أول كلمة عندي كلمة القرون زي ما احنا عرفنا إن كلمة القرون هي اسم طيب كلمة القرون قلنا معناها إيه؟ أحسنتم قلنا معناها العصور والأزمنة طيب طبعاً كلمة القرون هي كلمة جمع مفردها ممتازين القرن أو قرن ثاني كلمة كلمة المبينة طبعاً المبينة هي اسم جذر الكلمة اتعودنا خلاص يعني إيه جذر الكلمة؟ لأصل بتاعها كلمة بيّنة الجذر بتاعها هو الأصل بتاع الكلمة طيب معناها إيه؟ اللي كلمة مبينة يعني زي ما درسناها مع بعض من خلال سياقها في الدرس الواضحة والظاهرة طيب قلنا مضبطها كمان الغامضة أو الخفية تعالي نكمل مع بعض كلمتنا على درس نص رسالة المعلم اللي كانت بتقول أجل له قلنا أجل طبعاً هي اسم الأجل يعني الأعظم وقلنا كمان جذر الكلمة جا لا لا هم؟ هي المفروض بيبقى عليها شدة ففي مبك الشدة دي تبقى حرفين فتبقى جا لا لا وقلنا كمان أجل يعني معنى الكلمة أعظم وأشرف وعكسها ممتزين أحقر كمان وأزل طبعاً عندي كلمة وفاهو خلاص وفاهو قلنا ده فعل ماضي وجذر الكلمة نفسها جاية من وفا طيب تعالوا نشوف مع بعض الكلمة دي معناها إيه فاكرين كده لما كنا بنقول قم للمعلم وفيه التبجيلة طيب كلمة وفيه يعني أعطيه حقه كاملاً كلمة وفيه معناها أعطيه حقه كاملاً طب يا طرع عكسها إيه هذه الكلمة أو مضدها إيه ممتزين مضدها ها انقصه أو إيبقى وفيه عكسها عكسها تنقصه أو وفيه تنقصها تعالوا نشوف مع بعض كلمة أخرى من كلمات نصر سالة إلى ابن اللي كان ملي بالمفردات والكلمات الجديدة بالنسبة لنا ها ينشئ أنفساً وعقولاً ينشئ قلنا ده فعل مضارع وجزر الكلمة أحسنتم نا شا ا طب كان معناها إيه أن المعلم ينشئ أنفساً وعقولاً يعني يربي طيب تعالوا نشوف كلمة أخرى هي كلمة هديته هديته هدى ده فعل ماضي طب جزر الكلمة إيه يا مستر اللي جزر الكلمة ها دا يا طب يا طرع معناها إيه هديته أيزاً معناها أحسنتم أرشدته أو وجهته يبقى يهدينا يعني يرشدنا طيب مضادها إيه؟ قالوا أحسنتم زي ما جميعاً قلتم في نفس واحد ها يضلنا أو يضللنا طيب نكمل بقية الكلمات بتاعتنا في نص رسالة المعلم ورد عندنا كلمة السبيل وبيقول السبيل معنا الأول هي اسم أم فعل؟ طبعاً كلنا عارفين السبيل اسم طيب عايزين نعرف جزر هذه الكلمة جزر بتاعها الأصل بتاعها سا با لا طيب معنا هذه الكلمة إيه؟ أحسنتم السبيل إذن معناها؟ الطريق يهدينا السبيل القويم يعني الطريق القويم طيب جمع سبيل قلنا كمان جمعها في دروس سابقة سبل وأسبلة كمان عندنا معنى كلمة التبجيل تبجيل الوالدين يعني تعظيم الوالدين طيب يترك كلمة دي نوعها زي ما قلنا كده إنها اسم طيب جزر الكلمة دي إيه؟ اللي جزرها با جا لا يعني عظمة وإن معناها التعظيم وعكسها مضادها أحسنتم التحقير والإزلال شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن